مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص للأحوال الجوية المتوقعة في البداية نلاحظ أن هناك طقس حار وجاف متوقع وأيضا أجواء مغبرة وعاصفة وبالتالي إنعدام مدى الرؤية الأفقية وتدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح وكبير جدا خاصة في المناطق الصحراوية الجنوبية منها والشرقية مشاهدينا فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن هذا اللون الأحمر يمثل درجات حرارة عالية إذن أجواء حارة وجافة أو كتلة هوائية حارة وجافة في مقدمة المنقفض الجو الخماسيني ستؤثر على المملكة وبالتالي هناك ارتفاع واضح وكبير على درجات الحرارة لكن إن شاء الله اعتبارا من يوم الأحد الأحد يدخل كتلة هوائية ذات درجات حرارة أبرد ورطوبة أعلى وهذه تمثل اللون الأصفر اللون الأصفر يمثل درجات الحرارة الأقل بينما اللون الأحمر يمثل درجات الحرارة الأعلى إذن اعتبارا من يوم الأحد إن شاء الله تسيطر على المملكة كتلة هوائية أبرد ذات درجات حرارة أبرد ورطوبة أعلى وبالتالي يحدث انخفاض على درجات الحرارة الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء لطيفة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة حوالي 21 درجة مئوية لكن تدريجيا تصبح الأجواء مغبرة والأجواء معتدلة إلى حارة نسبيا خاصة مع يوم السبت فالسبت فيه هناك ارتفاع على درجات الحرارة تسود الأحوال الجوية الخماسينية تصبح الأجواء حارة نسبيا جافة مغبرة تظهر بعض السحب العالية ودرجة الحرارة العظمى تتراوح ما بين 30 إلى 32 درجة مئوية وهي أعلى من معدلاتها على الأقل ما بين 8 إلى 10 درجات مئوية لكن الأجواء بالليل تكون لطيفة مرة أخرى ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 14 درجة مئوية يوم الأحد إن شاء الله هناك انخفاض واضح على درجات الحرارة يعني على الأقل تنخفض ما بين 7 إلى 9 درجات عما ستصل إلى نهار يوم السبت أجواء لطيفة بالنهار يوم الأحد لكنها تميل إلى البرود بالليل خاصة في فترة ما بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر الاثنين كل عام وأنتم بخير راح يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة أجواء معتدلة في النهار لكنها لطيفة بالليل وأيضا درجات الحرارة ستكون يوم الاثنين أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصورة المتوقعة في مناطق والمدن المختلفة من المملكة في المناطق الشمالية أجواء مغبرة حارة جافة العظمى المتوقعة في إربد 32 والصورة 16 عجلون 31-15 جرش 33-17 والمفرق 33 إلى 14 درجة مئوية المناطق الوسطى أيضا أجواء مغبرة حارة نسبيا جافة البلقاء 31-16 مأدبة 32-15 البحر الميت 39 إلى 23 عمان 30 إلى 14 والزرقاء 33 إلى 17 درجة مئوية المناطق الجنوبية أجواء مغبرة جافة حارة درجات الحرارة أعلى من المعدلات الكرك 32-16 الطفيلة 31-15 الشراح 30-12 وإمعان 32-15 وخليج العقبة 37 إلى 23 درجة مئوية المناطق الشرقية أجواء حارة جافة مغبرة يتدنى مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح وكبير في المناطق الجنوبية والشرقية نحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية ونرجو من الجميع أخذ الحيطة والحذر خاصة في الطرق الصحراوية الأزرق 37-17 الصفاوي 36-16 الرويشد 37 إلى 19 درجة مئوية مشاهدين في المملكة نتمنى للجميع السلامة وشكرا لمتابعتكم ولكم أجمل تحية من طقس العرب النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة